تعال نروح أنا وأنت والسيدة المشاهدين نشوف كيروش في المؤتمر الصحفي منذ يمكن يعني دقايق مؤتمر صحفي قبل لقاء السنغال مع طبعا كابتن منتخبنا عمر السليا نشوف كيروش قال إيه ونرجع مع حضرتك سكرم شكرا فقط قلب siHe وبدلا جاتلن نتمنع بعده هل الخضر إذ أنتadiو وصلت أنشاء fasc المهم وخلط نfactب الأشكال أبدأ بمساعدة المساعدة كما جميعا تعرف أفريقيا 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 بين 25th و 29th أفريقيا أفريقيا و كما نحن كتابة أفريقيا و كما نحن كتابة المترجم و لا يوجد أن نحن نحن كتابة أننا نحن كتابة فهم بلدار وممتلكم 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 أنهم مستعدة لتعرف أفريقيا وممتلكم وممتلكم أفريقيا أن نحن كتابة وممتلكم وممتلكم أفريقيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة المدرب بيشكركم جميعا وبرحب بكم وبيعبر عن شكره وبيعبر عن شكره أنه الحمد للهن اليوم موجودين هنا وبرضو بينقل إحساسه بالنسبة للجماهير والدعمين لكرة القدم في مصر بيقول هقول نفس الرسالة دلوقتي نحن في نهاية أفريقيا وهو عبارة عن خمس مباريات هيتلعبوا من يوم 25 إلى 29 من يوم 25 إلى 29 لاختيار المتأهل ونحن مساعدين بوجودنا في هذا النهائي لا شك فإن اللاعبين عندهم حماس قوي جدا وإتزام وثقة عظيمة من أجل تحقيق أحلامنا وإسعاد الجماهير المصرية هنا أمامنا المباراة غدا مباراة جديدة إن شاء الله فوز جديد ونجاح جديد ومنها نبدأ المشوعة مرحب بكم طبعا في المؤتمر صحفي بالنسبة للمباراة نحن كلاعبين عارفين مسؤوليتنا كويس تجاه المباراة وعارفين مسؤوليتنا تجاه الشعب المصري اعتبر مباراني هائية حلم الشعب المصري كله وحلم اللعيبة كلها والجهاز الفني إن احنا نوصل الكاس عالم إن شاء الله بكرة أتمنى يكون التوفيق من نصبنا ونعمل أقصى حاجة عندنا عشان نسعد الشعب المصري ونحقق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى لتسهل علينا كتير في المباراة التانية وإن شاء الله تكون سلب في وصولنا الكاسم